جداول البيانات لديها أداة تحليل وصفي قوية تدعى الجداول المحورية. الجداول المحورية تلخص مجموعة البيانات بشكل كامل دون الحاجة إلى كتابة صياغ أو إنشاء أعمدة جديدة أو ترتيب بياناتك بأي طريقة معينة. تتمكنك هذه الآدات من دمج البيانات بطريقة تكشف لك العلاقات الموجودة بين البيانات وتظهر لك بياناتك بإضاءة جديدة. أغلب الناس يجدون الجداول المحورية ستكون إحدى أهم الأدوات التي يجب عليكم تعلمها. لذلك دعونا نبدأ لنبقي على بيانات البنك الدولي جانباً ونعقي نظرة على نموذج لمجموعة بيانات حول اختيار الوجبات الخفيفة الموجودة على رف المطبخ الخاص به. لدى هذه المجموعة بيانات عن المكونات الرئيسية، الكمية والخطر التي تشكله على صحته. قم بتحديد كل البيانات. بعد تحديد البيانات، قم باختيار Data Pivot Table Robot Data من القائمة الرئيسية لجدوى البيانات. سيتم إنشاء ورقة عمل جديدة. على الجانب الأيمن، سترى أنه بإمكانك إضافة أسطر، أعمدة، قيم وفلاتر. إذا قمت بالنقر على إضافة حقل، ستظهر عنوين الأعمدة من نموذج البيانات. لنقم بقلبها محورياً، أي تحويل عمود إلى سطر. انقر على إضافة حقل بجانب الأسطر، وأختر الوجبات. سوف ترى أنه قد ظهر عمود ضمن ورقة عملك جديدة والذي يسرد أنواع الوجبات. ماذا حدث للبيانات؟ البيانات الأصلية، البسكويت، ذكر ثلاث مرات. الجدول المحوري يظهره مرة واحدة فقط. الشطيرة ذكرت مرتين. الجدول المحوري يظهرها مرة واحدة. وهكذا. قام الجدول المحوري بجمع وتلخيص البيانات الموجودة في عمود الوجبات ضمن بياناتك الأصلية. وذلك للإجابة على سؤال ما هي الأنواع المختلفة من الوجبات الموجودة، يمكنك إضافة حقول أسطر إضافية. لنقم بإضافة حقل المكونات إلى السطر. ماذا حدث هذه المرة؟ بنفس الطريقة السابقة، الجدول المحوري أيضاً قام بتجميع وتلخيص البيانات المتعلقة بالمكونات. الشيء الراعي في هذا هو أنه قام بجمع البيانات المتعلقة بالمكونات ليظهرها لكل نوع من الوجبات. كما يمكننا تحويل ذلك لعرض مظهر آخر من وجهة نظر المكونات وليس الوجبات. للقيام بذلك، قم بتبديل ترتيب حقول السطر بواسطة سحبها وإفلاتها. والآن سوف ترى أنه قد تم جمع البيانات المتعلقة بالوجبات وفقاً للمكونات. حسناً، لقد حصلت على الفكرة الأساسية لنحاول تلخيص بعض الأرقام باستقدام الجدول المحوري. لنقل أننا نريد معرفة ما هي كمية كل نوع من أنواع الوجبات الموجودة لدينا. لنقم بإزالة حقل المكونات بواسطة النقر على X في الزاوية اليمنى. بجانب القيام، انقر إضافة حقل واختر الكمية. سوف ترى بجانب كل نوع من أنواع الوجبات مجموعة الكميات. هذا أسرع بكثير من عدهم بشكل يدوي. تحت حقول القيام، سوف ترى قائمة منسدلة والتي تقول تجميع بواسطة، وهي تخبر الجدول المحوري بكيفية عد القيام. الخيار الافتراضي للقائمة هو sum، مجموع، وهو يعني جمع كل القيام لإظهار المجموع الكلي لكل أنواع البسكويت على سبيل المثال. ماذا لو كنا نريد معرفة كم نوع لدينا من البسكويت؟ قم بتغيير تجميع بواسطة إلى الخيار كاونتا، وهو يحسب عدد الخلايا مع أي قيمة موجودة ضمنها، سواء كانت أرقام، نصوص أو أي شيء آخر. الآن سوف ترى أن جدولك المحوري يظهر عدد الأنواع المختلفة من البسكويت. إذا استخدمت صيغة كاونت، سوف يظهر عدد الخلايا فقط مع الأرقام الفعلية التي ضمنها، وسيتم تجاهل النصوص أو أي شيء آخر. في هذا المثال لا يوجد فرق لعدم وجود غير الأرقام ضمن عمود الكمية. ستلاحظ أن هناك طرق متعددة لتجميع قيمك. تلاعب بها وأنظر ماذا يحدث. يمكننا أيضا إضافة أعمدة للحصول على تفاصيل أكثر. لنقل بأننا نريد معرفة عدد أنواع الكعك التي قد تسبب مخاطر صحية عالية. بجانب الأعمدة، انقر على إضافة حقل، وأختر الخطر على الصحة. سوف ترى أن العمود يظهر كل فئة من فئات المخاطر الصحية. ولأن قيمنا تظهر مجموع الكميات، إنها تظهر لنا كيف يقع كل نوع من أنواع الوجبات في كل فئة من فئات المخاطر الصحية. بإلقاء نظر على ذلك، يمكننا الرؤية أن هناك نوعين من أنواع الكعك والتي تملك مخاطر صحية عالية. إذا غيرنا تجميع بواسطة مرة أخرى إلى خيار سم مجموع للقيام، يمكننا رؤية المجموع الكل لأنواع البسكويت ذات المخاطر العالية والمرخفضة والمتوسطة. الجداول المحورية مفيدة جدا، وفي النهاية نعتقد بأنك ستستخدمها كثيرا. لذلك جربها بإضافة حقول مختلفة، وانظر ما الذي يمكنك اكتشافه على رف مطبخك كتمرين عملي.